بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس اهلا وسهلا بحضراتكم حاول تديني سمعك كده وبصرك وتركز معي شوية وتسمع الفيديو للاخر لانه مهمة اساسا تمام بالنسبة لي نبات البطاطس ايه اللي ممكن يزود لك عدد الدرانات تمام اللي هو عنصر سيبني من كل العناصر خليك فيه العنصر اللي هو اللي هو محطوط عليه البي اللي هو الفصفور ده هو تمام وتعلالي في الجنب الشمال خالص اول حاجة الييلد اللي هو المحصول كتب لك علامة الزائد فوق بأثر في ايه اول حاجة لان اللي هي النيتروجين والبي اللي هي الفصفور والك اللي هي البوتاسيوم تمام فالمحصول بتاع البطاطس بيأثر فيه حضرتك بالعلامة القضرة فوق اهو النيتروجين والعلامة التانية الفصفور والعلامة التالتة البوتاسيوم تمام طيب كاتب لك الـTuber Size او حجم الدرنة بيأثر فيها ايه كاتب لك هو بيأثر فيها اللي هو الـNitrogen بيأثر فيها والفصفور بيأثر فيها والبوتاسيوم بيأثر فيها وحطت لك كمان الـCA اللي هو الكالسيوم بيأثر فيها والـMG اللي هو المغنيسيا بيأثر برده فيها والـMN المانجنيس بيأثر برده فيها تمام طيب الـTuber Number اللي هو زيادة الضرانات وده اللي أنا عايز أتكلم فيه زيادة ضرانات البطاطس ازاي تزودها حاطت عندك لو نزلت على العلامتين الزائد اللي تحت دول هتلاقي الـP اللي هو الفصفور بيزود والبوتاسيوم بيزود فيه اعداد 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 الضرانات تمام يعني ايه يعني التبويض بتاع البطاطس بيكون كويس او عدد الضرانات في الساق الواحد بتاع البطاطس بيكون كويس مع ايه مع الفصفور تمام الفصفور في الحقيقة ليه مشاكل كتيرة جماعة بس احنا عارفنا اول حاجة اللي ايه ان اللي بيزود الضرانات حاجة الفصفور وبيزودها البوتاسيوم اللي هو الكيه عندك هوته الاثنين محطط لهم الاسهم اللي هي باللخض الرأي اللي هي زيادة يعني تمام طيب التبويض اللي قدامنا دهوت عشان يزيد يا جماعة يبقى لازم يلزمني مستوى فصفور محترم في التربة شايف التبويض اللي قدامك دهوا وشايف النشأة بتاعت الحبيبات او الضرانات البوتاسيوم عندك هيت عشان نزود العدد دهوت يبقى المتحكم الاول والاخير في القصة دي رقم واحد الفصفور رقم اثنين بيكون عنصر البوتاسيوم تمام تمام طيب عشان اخلي الفصفور اولا الفصفور مش بيزود كمان هو بس الفصفور يعني بيعمل في البوتاسيوم اول حاجة بيزود عدد الضرانات تاني شيء في القصة دهية ان هو بي اللي هو الحجم الموحد يا جماعة الحجم الموحد في الضرانات ما يخليش ضرانة كبيرة والدرجة صغيرة وده بيفيدنا في عملية التسويق تمام من الحاجات الكويسة برضو ان لو النبات البطاطس مزروع واخد حقه في الفصفور الضرانة والنبات طلع كويس فده بفيدني في عملية تخزين البطاطس تمام لو عندي عدد الضرانات كويس عدد الضرانات عندي كويس تمام يعني ايه كويس يعني عندك من ثلاثة لخمسة في الصق الواحد تمام يبقى كويس لو ثلاثة كويس اربعة كويس خمسة كويس ما عندناش مشكلة اللي خصيني برضو في القصة دي ايه الاحجام طب لو عندي فصفور كويس يبقى عندي عدد ولو عندي بوتاسم كويس يبقى عندي ايه يبقى عندي احجام بطاطس كويسة طب لو عندي كالسم كويس يبقى عندي الكواليتي او الجودة بتاع الضرانات البطاطس كويسة يبقى انا كده مهندس ناجح او مزارع ناجح او منتج ليه نبات البطاطس كإنتاج ناجح جدا 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 تمام الفصفور كلنا بنحطه في الاراضي الفصفور اللي هو السوبر فصفات المصادر بتاعته ايه سوبر فصفات ده فصفور تمام الحمض الفصفوريك ده فصفور الماب اللي هو 1261 الماب اللي هو 1261 زيرو ده فصفور الداب اللي هو الدي امونيوم فوسفيت اللي هو الـ 1844 زيرو ده فصفور كل دي مصادر للفصفور ممكن نحطها وبرضه المحصول ما يبقاش عندي كويس يا ترى ايه السر في القصة دي السر في القصة دي اول حاجة ان الارض عندك قد يكون رغم انك انت بتحط فسفور ولكن بتحط فسفور والمادة العدوية فيها السباخ يعني قليل السباخ البلدي قليل فبالتالي اصبح عندي مشكلة في الفسفور وحيحصل النقص بتاعه رقم اتنين لو عندي انا الجو بارد برودة الجو العالية تمام وجو الرطب تمام اللي هو فيه الارض عندك الرطوبة عالية والرطوبة الجوية عالية برضه بيحصل مشاكل للفسفور لذلك الفلاحين اللي بيزرعوا البرسيم تمام فيه الشتة بتبص تلاقيهم دي اللون القرمزي وده اللون اللي هو تقريبا في كل المحاصيل دلالة على وجود نقص عنصر الفسفور وهنشوفه في البطاطس بيبقى شكله ازاي تمام لو التربة عالية في محتواها من الحديد انتو بتشوفوا حضرات الاراضي اللي هي الاراضي الحامرة اللي زي الاراضي سوريا دي فيها نسبة عالية من اكاسيد الحديد والحديد لو ميسر في الارض ده هيت بيضاد الفسفور وقفه وبالتالي بيحصل عندي مشكلة في الفسفور تمام غير كده الاراضي القلوية القلوية او الاراضي الكالسية اللي فيها نسبة كربونات كالسيوم عالية دي بيحصل فيها مشاكل بالنسبة لعنصر الفسفور تمام عايزك تاخد بالك من الحاجات دي كويس طب احنا لما بنبدأ نسمد الارض كويس سمات عدود وبنضيف معاها فسفور محبب ليه بنضيف فسفور محبب يا جماعة لان اضافة الفسفور عندي هتزود لإيه عدد الدرانات خليك معاي عدد الدرانات طيب ليه بضيفه محبب بضيفه محبب عشان ياخد وقت يا حضرات على ما يبدأ التحلل بتاعه تمام دي حاجة الحاجة التانية المادة العدوية باش مهندس مش للمزارع والمزارع يفهمها المادة العدوية دي لما بنحط عليها مية بينفرد منها نتيجة التحلل بتاعها بيطلع منها غاز سانوكسيد الكربون بيطلع منها ايه غاز سانوكسيد الكربون لما يختلط سانوكسيد الكربون كغاز بالمية بيكون لحمض كربونيك لو فيه حمض كربونيك اساسا بيعمل لي ازابة للفسفور والصورة اللي قدامك دي نقص الفسفور الصورة اللي قدام حضرتك دي عشان تبقى عارف لحد اخر الفيديو الصورة ده هي تنقص الايه نقص عنصر الفسفور عشان تبقى عارف كويس تمام طيب بالنسبة لي الفسفور ده هو بالنسبة لي البطاطس ما اضفهوش بعد السبعين يوم ما لهوش لازمة اساسا تمام امال ايه قالك تتقصى اللي بداية تكوين الدرنة للبطاطس وهي في حجم يعني حبة الايه حبة الطماطم الشيري كده او حبة العدس كده بتشكلت كده تبدأ حضرتك تضيف الفسفور الاضافة بقى في التسميت احنا خلصانين من الاول انك تحط اسمد عدوي وهتحط فسفور عادي قرص اللي هو السوبر فوسفات اللي عندك او ناس بتحط الداب الضيق امونيو فوسفيت ده موجود في السعودية او في الخليج بحطوه اللي هو التمنتاشر اربعة واربعين زيرو اربعة واربعين فسفور فيه تمام بحطوه بخلطوه على بعض وفي اللي بحط عليه كابريت بتبقى افضل كمان معنى كده ان انا قمنت احتياجاتي التربة وحطت لها الفسفور بتاعها اللي هو في الخدمة طيب يلزمني بقى دفعة تانية او كزا دفعة كمان بداية ما بتتشكل بحجم الحباية اللي انت شفتها في اول فيديو دول يلزمني بقى في الحتة دية انك تضيف تبدأ تضيف حمضة فسفوريك ماشي تضيف داب ماشي ولو بمعدل بس في الاسبوع الواحد عشرة كيلو يعني خمسة في خمسة تمام؟ تلاتة في تلاتة ما فيش مشكلة تلاتة كيلو بس للفدان تمام؟ هيزبطوا معاك الدنيا كويس بالاضافة مش لكده وخلاص لا تشوف مصدر محترم للفسفور الراش ليه؟ لان الفسفور لو عندي فيه مشاكل في التربة وليكن البيئةش مرتفع فموقف لي بس عملية امتصاص الفسفور شوية تمام؟ فبالتالي في القصة دي تلازم الجأ ليه؟ للتسميد الوراي طب انا ما عنديش مختبر يعني معمل احلل فيه واشوف النبات واشوف الدنيا دي كلها طب اعمل يا باش مهندس تعالي على نفسك انت وحاول ترشي لك رشة او اتنين في عمر الخمسين والستين يوم من عمر البطاطس تمام؟ ايا كان طبعا البطاطس بتختلف في الاعمار بتاعتها فيه اللي طويل العمر بتاعها وفيه اللي قصير ما علينا يعني من تسعين يوم او من مية وخمسة يوم دقيق يعني لحد المية وخمسين يوم معاك فيه اصنام بطاطس بتطول بديك في الوقت دهوت حضرتك العمر الخمسين والستين يوم وترشي لك مرتين حاجة عالي في صفور واظن شركة يارا عندها انا ما سوقش لحد اي عنصر في صفور عندك عندهم هدرو فوسكو انهم ترشوا زمان مش عارف موجود والليه والله ولكن اي عنصر في صفور ولو كان حتى بتاسيام مفيش مشكلة الاثنين مع بعض ترشهم في الحالة دي امورك هتبقى كويسة جدا بالنسبة للبطاطس هتاخد منها عدد ضررنات كويسة هتلاقي فيه العدد الضررنات مش كويسة وبس هتلاقي كمان فيه حاجة كويسة عندك بالنسبة للتوحيد الضررنات وهتلاقي عدد الضررنات كويس وبالتالي هناك عكس ده هوت بالاجاب على المحصول الكلي وعرضتلك الصورة تانية هوت اللي بيزود فيه المحصول اهوة الفوسفور بيزود في المحصول والتيوبر صايزة اللي هو الييل ده اول حاجة المحصول في الصفور والنيتروجين والبوتاسيام التلاتة بيزودوا فيها والتيوبر صايز اللي هو حجم الضررنة نفسها بيأثر فيها الفوسفور اهوة وعندك التيوبر نمبر او عدد الضررنات اللي احنا بنتكلم فيه عندك الفوسفور واخد السهم الاخضر اهوة لفوق شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته